ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن الاستهلاك العالمي من الكهرباء سيزداد خلال عامي 2024-2025 وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن موجات الحر أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء بأسرع وطيرة منذ سنوات سيزداد الاستهلاك العالمي من الكهرباء خلال عامي 2024-2025 مدفوعا بموجات حر شديدة واستمرار لتزايد الاعتماد على الكهرباء في جميع عنحاء العالم هذه التوقعات جاءت في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة أشر إلى أن النمو المتوقع لاستهلاك الكهرباء بنسبة 4% لعامي 2024 هو الأعلى منذ عامي 2007 ذلك باستثناء الانتعاش الحاد في عامي 2010 بعد الأزمة المالية العالمية وفي عامي 2021 بعد انهيار الطلب الناجم عن كوفيد-19 ويرجع هذا النمو إلى الطلب القوي على الكهرباء في مناطق ودول متعددة خاصة في الصين والهند والولايات المتحدة كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الطلب في عام 2025 مع نمو بنسبة 4% تقرير الوكالة الدولية للطاقة توقع أن يزيد الطلب على الكهرباء في الصين بنسبة 6.5% عام 2024 وهو ما يشبه متوسط معدل نموه بين عامي 2016 و2019 ويمثل هذا النمو السنوي القوي طباط متواضع من 7% في عام 2023 وسط إعادة الهيكلة الجارية للاقتصاد الصيني استهلاك الكهرباء في عام 2024 و2025 يتوقع أن يكون مدفوعا بالنشاط القوي في صناعات الخدمات والقطعات الصناعية المختلفة بما في ذلك الارتفاع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية الكهرودوئية كما أن التوسع المستمر في شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الإقبال القوية على المركبات الكهربائية في السوق المحلية من العوامل المساهمة أما الهند فتوقع التقرير أن تسجل أسرع النمو في العالم إذ سينمو استهلاك الكهرباء بنسبة 8% في عام 2024 وهو ما يطابق النمو السريع الذي جاهدته في عام 2023 ويدعم ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وزيادة الطلب على التبريد بسبب موجات الحر الطويلة والشديدة وبالنسبة للولايات المتحدة فمن المتوقع أن ينتعش الطلب على الكهرباء بشكل كبير في عام 2024 بزيادة قدرات بـ 3% على أساس سنوية ويرجع معدل النمو الأقوى جزئيا إلى انخفاض الطلب في العام الماضي بنسبة 1.6 من 10% وسط تقس معتدل هذا بالإضافة إلى التوقع بأن يرتفع الطلب بنسبة 1.9 من 10% في عام 2025 وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة فإن العديد من المناطق عانت من موجات حر شديدة في النصف الأول من عام 2024 ما أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء وإجهة شبكة الطاقة فكان شهر مايو الماضي هو الشهر الأكثر سخونة منذ باتئ تسجيل درجات الحرارة العالمية والشهر الثاني عشر على التوالي من درجات الحرارة المرتفعة القياسية